تعد المقاومات الطبيعية لمصر عنصر جذب للسائحين من مختلف دول العالم بغرض الاستشفاء كما جعل موقع مصر الجغرافية المتميز وما تتمتع به من أماكن وشواطئ ومياه مالحة وأبار معدنية مقصدا سياحيا هاما للسائحين حول العالم طبيعة ساحرة ومقاومات لا مثيل لها جعلت من مصر مقصدا للسياحة العلاجية نظرا لما تتمتع به مدنها وجوها الخالي من الرطوبة وما تحتويه تربتها من رمال وطمي صالح لعلاج الأمراض العديدة وتعدد شواطئها ومياه بحارها بما لها من خواص طبيعية مميزة ففي مصر تنتشر العيون الكبريتية والمعدنية التي تمتاز بتركيبها الكيميائي الفريد والذي يفوق في نسبته جميع العيون الكبريتية والمعدنية في العالم علاوة على توافر الطمي في برك هذه العيون الكبريتية بما له من خواص علاجية تشفي العديد من أمراض العظام وأمراض الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والأمراض الجلدية وغيرها كما ثبت أيضا الاستشفاء لمرضى الروماتيزم المفصلي عن طريق الدفن في الرمال ووفقا للعديد من الأبحاث فإن مياه البحر الأحمر بمحتواها الكيميائي ووجود الشعاب المرجانية فيها تساعد على الاستشفاء من مرض الصدفية تتعدد المناطق السياحية التي تتمتع بميزة السياحة العلاجية في مصر وهي مناطق ذات شهرة تاريخية عريقة مثل حلوان وعين الصيرة والعين السخنة والغردقة والفيوم ومنطقة الواحات وأسوان وسيناء ومدينة سفاجة على شاطئ البحر الأحمر والتي تمتلك جميع عناصر السياحة العلاجية والتي تزورها الأفواج السياحية وتأتي شهرتها بقيادة الرمال السوداء والتي لها القدرة على التخلص من بعض الأمراض الجلدية الأبان الطبيعية ذات المياه العذبة والصالحة للشرب تعد أماكن جذب للسائحين وقد قامت الدولة باستثمارها واستخدامها لأغراض اقتصادية بوجود رقابة محكمة على المواصفات والمقاييس لضمان جودة ونقاء المياه من الشوائب والجراثيم ودرجة عسر الماء وتركيبها الكيميائية وفي هذا الإطار طورت مصر العديد من تقنيات العلاج البديل التي أصبحت منتشرة في جميع أنحاء البلاد حيث يوجد فيها العديد من المراكز الشفائية والمنتجعات الصحية التي تتمتع بتقديم أعلى معايير العلاج والرعاية الصحية التي يتوجه إليها السائحون وبهذا احتلت مصر موقعا متميزا على خريطة السياحة العلاجية وأصبحت وجهة أساسية لراغب الاستشفاء من جميع أنحاء العالم